بقول في هذا التوقيت بينشط هؤلاء الغوغائية في هذا التوقيت بينشط هؤلاء المرتزقة في هذا التوقيت هو الوقت المثالي لهؤلاء الوافدون أو هؤلاء الوافدين اللي بيجن بأفكار أفكار لا تمثل الشعب المصري وأفكار رجعية أفكار متراجعة عن طريق الحق وعن طريق الوطن بقول مثلا البردعي هات للبردعي اللي استكادت تغريدة من كم ساعة بيقول في ذكرى الثورة لعل خير تكريم للشهداء ونحن نترحم عليهم هو تقديم كل لهو خفي تورط في قتلهم وكل طرف ثالث أسائل سلمية الثورة المحاكمة تفعيل العدالة الانتقالية المعطلة خلافا للدستور خطوة أساسية لمحاسبة وقبر الدرر وإغلاق ملف مأسوي الثورة منه براء فخور بثورة يناير والله هذا الرجل هذا الشخص هذا الشيء زي ما قلت مبارح كائن رخو بلا قيمة محمد البردعي أحد هؤلاء الذين يعني أراد أن يحمل على يعني في طائرة غربية استخباراتية ويأتوا به لحكم مصر هو كان عايز يحكم مصر بهذا الشكل عبر تغريدات عايز يحكم البلد دي مفكر مصر دي عزبة مثلا مفكر مصر دي من غير مهاش صاحب مفكر مصر فيه الشعب الراجل قاعد بره عايش بره متعين بره قاعد في شارع فيهن لغاية اللحظة اللي بكلمكم فيها دي لغاية اللحظة اللي بكلمكم فيها دي فقط كل شيء طلع بس علينا كل ما ييجي 25 يناير يطلع بكم تغريدة يقول لك عايزين حق الشهداء وعايزين بقول لك العدالة انتقالية عدالة انتقالية دكتور اسموها دكتور رخو هذا الكائن الرخو بقول له عدالة عن اي عدالة انتقالية تتحدث يا رجل عدالة انتقالية تريد بها ان تتصالح مع الاخوان من جديد اي عدالة انتقالية واي دستور تتحدث العدالة هي عدالة لا يوجد عدالة انتقالية ولا يوجد عدالة انتقائية ولا يوجد عدالة بحسب الأمزجة العدالة هي عدالة واحدة العدل عدل واحد الحق حق واحد لا يوجد حق انتقالي ولا يوجد حق دائم ولا حق مؤقت فكرة العدالة الانتقالية فكرة مستوحاة مما جرى في جنوب أفريقيا بين نيلسو مندلة والحكم العنصري اللي كان موجود في بريتوريا العنصرية أنا ذاك لا يمكن ان انت تستورد بورنيتا وديكي تلبسها لشيخ البلد في مصر ما ينفعش مصر دولة لها أسس ولها طابع ولها طابع ثقافي ولها طابع اجتماعي البردعي عايزي فرنج مصر يقولك نعمل عدالة انتقالية حتى لو كانت موجودة في الدستور الدستور مش قرآن يا سيدي قلنا لك وقلنا لكل تلامزتك وقال ستزتك ان الدستير موجودة لخدمة الدولة وخدمة الشعب ابدا الدستور والقانون بنحترمه لكن الدستور والقانون فعل وصناعة بشرية هناك في خخة موجودة في الدستير فكرة العدالة الانتقالية فكرة غير مقبولة وانا بكلم بشكل واضح يعني ايه عدالة انتقالية العدالة المصرية عدالة مجردة عدالة دائمة عدالة غير منقوصة بوقت معايا فكرة انتقالية يعني الفترة دي عايزين نعمل عدالة محددة عشان الفترة انتقالية تعدي يعني شكل العدالة دي ايه حضرتك لون هي ايه لون العدالة هي ايه انا في الاول قلت كلامي في الاول لا تصالح ولا تصالح اصالح بايه اصالح مع اللي دبحوا وقتلوا وحرقوا وخربوا اصالح مع الخاونة هو دلوقتي البنضعي في التغريدة بتاعته دي عايزين نتفعل العدالة الانتقالية تاني بقول الشعب المصري قرره الا عودة الى اهل الشر مرة اخرى الى مصر لا يمكن لا تصالح معهم لانه تصالح معهم وتصالح مع الشيطان والشيطان الذي ينادي بهذه المصالحة فهو شيطان الرجيم ما يقول البردعي من خلال تغريداته في هذه الاثناء مفهوم هدفها مفهوم توجهاتها مفهوم اتجاهاته محمد البردعي ساعة هذا الوجه العكر ما ظهر وتم استضافته ويتكلم وغيره وقاعد عامل نفسه منظر وعامل نفسه مارتن لوثر كينج وجايبينه وكبروه وهو رجل تافه في الاخر سطحي في الاخر ضحف في الاخر حدش يقول لي انت واحد يفكر بقى يقولك ايه يا عامل بردعي واخد جايش ده واخد جايش ده عظيم انتو متعرفوش الناس اللي بتقعدوا معاها بيه متفهين قد ايه انا كل هؤلاء احترم واقدس واقدر كل هؤلاء وبقى بقى قدامهم في قدسية علمهم واحترامهم بعد ما يتكلموا واشوف الناس يتكلم ازاي فاهمين ايه درسوا ايه عرفوا ايه عارفين ايه عن مصر اروا تاريخ ايه واستراتيجية ايه والله والله هؤلاء كلهم عبارة عن اكاذيب كل واحدة مجذوبة كبيرة فقاعة كبيرة الناس دي دراجل دراجل قانون اشتغل في الهيئة الطاقة الزرية كل منجزاته في الحياة اللي مفروض بيقال بها ربنا هم الايامة التقرير اللي عمله قال ان العراق عندها اسلحة ضبر شامل وتم منح امريكا مسوغ وثيقة استطاعت بها ضرب واحتلال العراق في 2003 اللي مش فاكر يفتكر البردعي في رقابته في رقابته هيقابل ربنا ان كان يعرف ربنا هيقابل يوم الايامة يسأل عن ملايين العراقيين اللي قتلوا وتشردوا وتيتموا وتهجروا وعن دولة ضاعت بالكلية ولن تعود مرة اخرى في رقبة هذا الكائن الرغو اللي بيتكلم على الاخلاق والمثل العليا وبقول الحق والعدل ومساواه بقول له يا بردعي في رقابتك ما جار للعراق والتاريخ لن يرحمك التاريخ لن يرحم البردعي وامثاله اضاعوا العراق واضاعوا العراقيين وانا بفكر الناس بفكر الناس من الفين وثلاثة لالفين وعشرين كل هذه المدة حوالي كم سنة من حوالي تلتاشر سنة سبعتاشر سنة سبعتاشر سنة يعني كان المولود النهاردة عنده سبعتاشر ما يعرفوش الشباب الصغار ما يعرفش بقول له ابنائنا واولادي واابنائي واحبائي هذا هو البردعي البردعي اللي ضيع العراق وباع العراق وبعدين جاي دلوقتي بيحوم حول المصر لكن هايهات هايهات شيل بردعي لكن انا آسف ان بفكركم بنمازج سيئة وقميئة بفكركم بيها عشان خاطر ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين